غلاء باهض تشهده أسعار الشقاق في المجمعات السكنية داخل العاصمة بغداد مع غياب الرقابة الحكومية وعدم تفعيل القوانين الخاصة بالاستثمار ما أثر بشكل كبير على المواطنين لا سيما أصحاب الدخل المحدود الذي تقول الحكومة إنها خصصت هذه المجمعات لهم إلا أن أزمة السكن مستمرة وآخدة بالتفاقم لجنة الاستثمار النيابية من جهتها سخرت من إجراءات حل أزمة السكن بتشهيد المجمعات السكنية مبينة أن بسماية تعد أكبر مدينة سكنية لأصحاب الدخل المحدود مع ذلك وصلت أسعار الوحدة السكنية فيها إلى 150 مليون دينار اللجنة النيابية أضافت أن المجمعات السكنية الأخرى تعد كارثة بقيمة أسعارها التي تصل إلى نصف المليون دولار تزامنا مع ارتفاع أسعار صرف الدولار ووقوع المواطن العراقي ضحية هذه الاستثمارات ما دفعها إلى تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن ذلك خبراء اقتصاديون بيّنوا أن الدور الحكومي غائب في ملف الاستثمارات على الرغم من وجود هيئات حكومية مسؤولة عن ذلك من بينها هيئة الاستثمار الغائبة والمغيبة من قبل جهات بعينها تسيطر على هذا الملف في العراق ناشطون عراقيون أكدوا بدورهم أن هناك جهات تابعة لأحزاب وميليشيات متنفدة تمنع الجهات الرقابية من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لهذه المشاريع مشيرين إلى عمليات غسيل أموال تتم في أغلب الاستثمارات السكنية وما إعطاء تسهيلات للمستثمر تتضمن إعفاءه من الضرائب لمدة عشر سنوات وتسليمه الأرض بالمجان إلا دليل على استشراء الفساد الذي فاقم أزمة السكن ورفع أسعار الوحدات السكنية لمبالغ خيالية موسيقى